بين حفوز والفلوجة هذي تونس وهذي تونس وين تحط الدولة صغارها تصيبهم من نهار 19 إلى 22 أبريل الحالي شهدت ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية تظاهر معرفية كبيرة حول الذكاء الاصطناعي في استعمال النماذج من الربوات المخصصة لفعل معين فيه تقدم ولكن عبر اللقو فاز فيه فريق عن التلاميذ بمعهد حفوز بولاية القيروان اللي هو ينتمي إلى نادي الذكاء الاصطناعي بالجهة فاز فيه أولاد حفوز لولدات هذوما في القيروان بالجائزة التشجيعية الأولى في هذه التظاهر العالمية حول الذكاء الاصطناعي واستعمال نماذج من الربوات في مجال تعميق البحوث حول دور الربوات في الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي والعلمي بالمقابل وخلال شهر نفس رمضان عاشوا التوانسة على وقع جدل مسلسل الفلوجة وهنا يتحط أمام الرأي العام الوطني زوز أمثلة من المعاهد معهد الفلوجة اللي رينا فيه مظاهر غياب التعليم والتربية وحدود المناهج المتعامل بها طوى إلى الآن وشهدوا التوانسة كيفاش في آخر رمضان تنبت زهرة من هالكم من الهموم هذية بين الضفرين اللي يتحملها التونسي بفعل بقاء التعليم رهينة لدى لوبيات ولدى جهات معينة في الخارج وفي غيره اللي تشير على التعليم متاعنا باش يكون تعليم آلي وتلقيني باش ياخذوا منه زبدة وتمشي عندهم والبقية البلاد اللي يكون فيها بالنسبة لهم وما وكبش التعليم عندنا عكس الستينات ما وكبش المتغيرات العالمية والتعليم ره قاطرة للبلاد لأي بلاد التعليم قاطرة تجر الاقتصاد نحو النمو والتألق وإلا تجروا وتكركروا نحو الانحدار والتخلف هذه تونس وهذه تونس الخيارين موجودين في تونس بدون إنكار للواقع في تونس بلاد الحقيقة فيها برشة إنكار للواقع ولكن المثل يقول نفس نفسك وانت طبيبها وين تحط نفسك انت تصيبها وهنا احنا نقول للدولة الخيارات وراهي خياراتك انت يا دولة وانت الدولة اللي في لحظة ما يمكن أنك تاخذ طريق التألق العلمي والمعرفي بأن يبقى الإنسان خلاقا وعقله خلاق وإلا تحط التونسي في خيارات أخرى في واد صحيق ما يعرفش علاش الدهر وضعيته واليوم التونسي حط أكثر من سؤال حيرة علاش التونسي اليوم ما يقدرش يمسك بطرف الخيط خيط النجاة التونسي حب ينجى من هالوضعية هذية ويحب يعرف علاش وصل للوضعية هذي بدون أنه ما يبقى يتخبط في أنه هنا احنا صارنا ها وجراننا ها وهذا كمسؤول غيره لا التونسي حب يعرف ولكن يحب خيط النجاة باش يخرج من هالوضعية هذية هذي تونس وهذي تونس عليك أنك تختار يا دولة وراه الحديث عن استشارة الوطنية في التعليم وإصلاحه سمعنا منها آيات قبل ولكن إذا ما يكونش الفريق اللي باش يصهر على الإصلاح تكون عقله متسع إلى التجارب المقارنة اللي قفزت في القطار وهو يسير قطار العلم والمعرفة والتقدم التكنولوجي وبالتالي التقدم الاقتصادي والتنموي وعرفت هالبلدين هذية كيفاش تكيف التعليم اللي يعتمد على العقل الخلاق كيما أبطال الحفوز واللي قالونا في هيوستن لما أعطاهم الجائزة التشجيعية الأولى قالوا فما بوادر في تونس يمكن أنها تخرجها للسكة الصحيحة بفضل العقل الخلاق لأنه في تونس فما بوادر ذكاء كبير يمكن أنه يخرج البلاد من هالقمقم اللي وقعت فيه فإنه مصير البلاد والشباب والأطفال باش يكون لقدر الله وإلا باش يكون أسوأ من اللي ريناه في الفلوجة اليوم مرة أخرى ما نغرقوش في كاس ماء موش يا أم الفلوجة يا أم حفوز لا لا راهوا حفوز والفلوجة الزوز موجودين في تونس ومرة أخرى نقولوا نفس نفسك وأنتي تبيبها وين تحط نفسك تسيبها وفي التعليم بالذات ما فماش مجال للتقدم وما فم حتى شيء اسمه معناها تقدم تكنولوجي وعلمي بدون العقل الخلاق وبدون إحاطة بالتربية من حيث الأعماق وكذلك ما فم حتى شيء اسمه قدر والله غالب لأنه في العلم والمعرفة ربي شجعنا على التعلم وكذلك أنه قال لنا اللي التخلف ليس قدرا وهنا اسألوا أبطال حفوز كيف وصلوا جونجا 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 أبطال حفوز كيف وصلوا